دي صورة لطفل طفل ده يعني من الشرق التهمة بانه سرق حقبتين الطفل حرامية مفيش فيها مشكلة فيه كتير اطفال متسولين وحرامية اللقطة فين هنا اولا انا لما بلاقي طفل متسول او طفل حرامي فدي مسؤولية المجتمع قبل ما تكون مسؤولية الطفل كان عائل عنده ست سنين يعني يعني ست سنين معناها انه تم اختطافه من حياته من دنيته بشكل كامل معلش احنا في الحلقة دي قاعدين نجيب عزماته ومشاكل كده بس دي حياة الناس في مصر مش هنهرب من وقعنا يعني فست سنين يعني هتسأله عن ايه يعني هتقدر تقول له انت بتسرق ليه ما هيدرسلك يعني قايمة من الاسباب الاجتماعية الخاربة لا تطلق طفل ده حياته خراب يعني ده مش حرامي بطبعه يعني ازمته انه الحقيبتين دول فيه يعني حقيبة منهم كان فيها اسلاح كل الواقع دي ما تهمنيش يعني كل الواقع دي ما تهمنيش لانه القانون القانون هيتفاعل هيتعامل مع المسألة بس انا الحقيقة بعيب على الوزارة الداخلية وعلى الامن على الاعلام في وزارة الداخلية انه بعت الصورة بعت الصورة للولد احنا اللي عاملين عنيه يعني احنا اللي عاملين عنيه هنا في البرنامج لكن الصورة اتبعتت واضحة جد ممكن تقول لي ما هم ببعتوا الصورة واضحة يعني وانتوا بقى في الاعلام تعملوا الحركات بتاعكو دي فلا اقولك لا الصورة نفسها ما تتبعتش ما تتبعتش اه يمكن انا يعني اه اغمي حد حد تاني ما يغميهاش لانه في النهاية الطفل ده يمكن اعادة بناءه يعني اه طفل حرامي اه لنوتي بس يمكن اعادة بناءه يمكن انت تعيد تقويمه مرة اخرى ويبقى مواطن صالح في المجتمع فانا بس ده التعامل الحقيقة مش مش لطيف وانا عارف الناس في الداخلية بيشتغلوا وعليهم ضغوط كبيرة جدا وعليهم عندهم شغل كتير جدا والحقيقة جهاز الاعلام في الداخلية شغال باحترافية جديدة بس في حاجات بتعدي فلما حاجة تعدي لازم ننبه ليها لا مثل هزي الصور مثل هزي الصور ما ينفعش تتبعت ولا تتنشر باي حال من الاحوال احنا غميناه ترجمة نانسي قنقر